الو؟ اي نعم؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وطلقك العافية دكتور اياكم الله لكم اخير عبدالله جميع الله يسلمك دكتور لي استفسار بالنسبة للصلاة صليت مرة المغرب وعد وقت المغرب بعدين دخل وقت العشاء وقالين وانا وصلي العشاء تذكرت اني لم اكن متوضع لصلاة المغرب وانا بصلي صلاة العشاء انت بالنسبة لك صلاة العشاء على وضوء نعم؟ انت تصل الى العشاء وانت على وضوء لا حتى العشاء لما أكن متذكر وانا أصلي العشاء تذكرت اني من اساسا من صلاة المغرب لما اكن متوضع نعم طيب بالنسبة لك انت لوحدك ولا تصلي مع الجماعة كيف ذلك؟ في صلاة المغرب كنت أصلي بشخص آخر ايوة ان العشاء صليت لوحدك ولا؟ لا العشاء كنت في جماعة كنت انا أصلي في جماعة يعني انت مأموم ولا استيمام اه أنا مأموم نعم نعم لا تصح الصلاة إلا بوضوء و كل من صلى بغير وضوء فيجب عليه أن يقوم بإعادة صلاته لا تصح فإن من شروطها أن يكون إنسان على وضوء فإن تصليت إماما فهل إمامتك تبطل صلاة من صلى معك أو لا على قولين الصحيح أنها لا تبطل صلاته صحيحة وأنت صلاتك باطلة بسبب أنك قد صليت بلا وضوء إذا تذكر الإمام يوما من أنه يصلي بالناس بلا وضوء فعليه أن يقطع صلاته و أن يجعل من خلفه ينيب بإتمام الصلاة يشير لمن خلفه بأن يتقدم و هو يذهب إذا تذكر بأنه على غير وضوء لا يستمر لا بد أن يقطع صلاته فأنت كنك إمام لو فترضنا أنك قد ذكرت ذلك و أثناء الصلاة فلا تستمر و هو يستمر من كان معك في صلاته و إذا كانوا جماعة يستمرون في صلاتهم أما بالنسبة لك فأنت لا تستمر في الصلاة طالما أنك دخلت في صلاة العشاء و تذكرت و أنت مأموم في هذه الحالة و تذكرت بأنك على غير وضوء هنا تقوم بقطع هذه الصلاة و تذهب و تتوضأ لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء فتقطع الصلاة و تذهب لكي تتوضأ تخرج من الصف و الصف يتم نفسه بحيث أنه يتراصل الصف بسبب خروجك و هنا يأتي تقوى الله سبحانه و تعالى هنا يتحقق الإيمان و التقوى لا تستحي من الناس عندما تكون في الصف و تخرج بل إن خروجك من الصف و أنت عند تذكرك دليل على إيمانك و على أنك قدمت ما عند الله سبحانه و تعالى على نظرة الناس أو على ما يقوله الناس دائما قدم ما يأمرك بها الخالق من أنه يجب أن تكون على وضوء فتقطع الصلاة و تذهب و تتوضأ إذا لحقتها الجماعة تصلي مع الجماعة و إلا تصلي لوحدك ترجمة نانسي قنقر